ورجعنا لكم تاني ومعايا مدخلة مهمة جداً من المخرج ده حبيبي حبيبي شخصية ده يعني المخرج إهاب عبداللطيف ومساء الخير وكل سنة وانت طيب أزايك السببين كل سنة وانت طيبين ومساعدة للتبس المبارك ونور الدنيا دايماً وعطول متقلق كده حبيبي معايا المطربة الجميلة مريم الحسيني والمطرب الجميل سعيد أبو زيد وبيقولولك كل سنة وانت طيب برضه ازايك يا بايم كل سنة طيبة ازايك يا سعيد كل سنة طيب كل سنة طيبة بوب مصر حبيبي حبيبي بوب حبيبي بوب طب واحنا معانا البوب الكبير مخرج الكلبات تمام فيه احنا عايزين نعرفك أو مشانة أنا عارفك كويس قوي المشاهد عايزي عرفك برضه عشان تجاي بتمس علينا كده بسرعة إهاب عبداللطيف اعلم اه حاستعف انا عارفك خد بالك من نقطة انا عارفك لكن احنا اعمالك ايه اه انا اخريك سرمة اعملت فيلم عامل القزق في عالصاز مبال الشفعي تمام اعملت فيلم ده في رباعي اه رسيز احمد بديل ومحصر منصور واه اه واحمد عزني ونس المرجار يعني هم عاملهم ممثلين تمام وعملت مسلسل نايت اه امل رزق وعفاف رشاضي وعملت اه كلبات بقى يعني كلبات كتير قوي اعملت اه المار كلبات كتير وعملت اه معمل حاليا برنامج رمضان على الحضاقية المصرية اسمي يرزايل باقي جميل اه تقديم الدكتورة وسلم كمال والدكتور غفران جميل بس جميل يعني انا عارف انك انت في الكلبات بتعمل كلبات في لبنان كمان ومعدي الالف ونصف الفين كلب تقريب انا لا انا معدي فوق الست الاف كلب الحمد لله يا باشا طب يا ربما هيكون حد من الضرايب سمعنا الف مبروك عميهب ربما يفرح قلبك والسطورة عليك رئيس منور يا بوب قلبي احسن مخرج والله بجد وانسان محترم جدا على فكرة يا بوب والناس اللي انا بعشقهم كمان يا باشا البوب ده حبيبي اصلا انت طبعا معاك وانه هو ده محاور استاذ روبير من احسن المقدمين للدوامج لفمصر ده حقيقا فعلا ده حقيقا فعلا ده حاول اعمل الرجيم عشان اعمل اي حاجة مش عارف يا ريس لا ده حبيبي والله ومعانا مريم الجميلة مريم الحسيني ايه اه انا بقولي يا بوب بقوله متكش على مريم مسعيد قوي من الحديث اه اه انا بعمل حاجة يا عم انا بقولهم غنوا بيغنوا الناس وانا شخصيا مبسوط حبيبي يا مخرج اه ايهاب انا بشكرك وقريب هتبقى معايا اه اعمل حسابك على كده عشان نشوف الست الاف نعدهم واحد واحد ربنا نصر عليك يا اصوات الجميلة جدا بجد والله يعني اصوات الجميلة جدا اللي مش واحدة حقها واحنا بنحدد للوقتي لمريم اغنية جديدة ان شاء الله بإذن الله اه ان شاء الله اغنية دي ايه مش عرف يطلق عليها ولا لا لأ لسه ولا بحق المفاجئة يا مريم لا لا عادي متقولش عشان نسمع عمانة متقولش يا رجي احنا بحضر مع سعيد اغنية جديدة ان شاء الله اهل تباية العيد. ان شاء الله عشان طبعا انت عارف زحمة العيد وكل منزل في العيد. احنا ننزل بعد العيد ان شاء الله يعني. يعني انت هتعمل هتعمل اغنية المريم. اغنية السعيد. وانا يعني ابن البلطة السعودية. يا ريس. ما انا قاعد بعمل كده وبعمل كده. وانا بعمل كده وخلاص. هنشوف الموضوع دوت اه بعد الحالة هتصل بيه. كل سنة وانت طيب. واجهز لاغنية عشان اناوي اعمل شريط. شكرا عشان وانت طيب يا بوب. وانت طيب يا بوب. خلاصة جميلة جدا. تغد والله مش كلام. خلاصة جميلة جدا جدا. حبيبي يا بوب. وانت خلاصة جدني لك ليف. هي في ليف قوية اوي سواء هي او سعيد. حبيبي. ما تلازم تستغلهم النهار ده ان هم يجدون لك ليف كتير اوي. انا بحستغلهم واستغلال فضيع. اعمل اكتر من كده. اه في استغلال اكتر من كده. حد لانت تلاتة سر اغنية يا بوب. وليس. احنا نعدل والبقية. والبقية قوي قوي. اصلا من من نوع اللي بتحضر شغلها كويس. وكان ببكير قوي على الشغل بتاعها قبل ما ينزل. ويعني واحدة الموضوع بشنة جدا. وان شاء الله بإذن الله هتسمع حاجة منها حلوة جدا. حبيبي شكرا للمداخلتك وكل سنة وانت طيب مخرج الجميل العالمي ايهاب عبداللطيف. حبيبي. حبيبي. حبيبي يا باب.